يعتبر من أطول أنفاس قراء فبدأ يظهر هذه الموهبة وبدأ الناس تهتم بهذا وعمل انقلابه في عالم التلاوة لدرجة أن الناس بدأ تصنف أو تقيم القارئ على مقدار طول نفس هذا القارئ الشيخ محمد محمود طبلوي كان يبدأ بقرار بيات ثم يصعد للربع ولا يقول رصد يقول بيات آخر لأنه يعرف أنه ليس عنده الإمكانية في جواب الجواب فيصعد فقط إلى الجوابات وينزل استخدم مقام البيات من كل الطبقات صوتي استخدم السيكة استخدم الصبع كانت أغلب التلاوة دائما يتعرض لمقام الصبع الشيخ محمد محمود طبلوي كان دائما يقول جمال نغمية غريبة يذهب إلى مقام ليس مقامات المتعرف عليها في مصر ما يسمى بالمقام المخالف وهذا مقام المخالف مقام من مقامات العراقية دائما أسلوبه بسيط بسم الله الرحمن الرحيم يعتمد على يقول عليها للقراء المشاوير الطويلة في الجملة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا النفس كان غريب كان يقرأ بالسطرين والثلاثة والناس تنتظر الجملة متى ستنتهي هذا الرجل من أين يتي بهذا الكم من الهواء فهل علينا بهذا الأسلوب وهذا الستايل فنقول ده أسلوب تفرد به فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلوي القارئ المتميز